موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم يتحول برنامج فاق اقتصادية إلى ولاية سوسة حيث يصلت الضوء على مختلف الجوانب الاقتصادية فلاحيا وصناعيا وخدماتيا وقد زرنا عدة مشاريع لعل أبرزها في الفلاحة في سيد الهاني ثم كان خامسكو الختام بالمنطقة الصناعية بسيد عبد الحميد نتابع فقرة الفلاحة ثم بقية الفقرات يعيش القطع الفلاحي في ولاية سوسة على وقع عدة صعوبات لعل أهمها نقص المياه على مستوى المائدة المائية والنهوض بالفلاحة الصغرى إضافة إلى مشكلة تمويل السيد المنصف العمراني المندوب الجهوي للفلاحة بولاية سوسة يشخص لنا الأوضاع سوسة هي بالأساس لو ربما البعض يقول سوسة ما يشي منها ولاية فلاحية منها بالأساس في حين من 16 معتمدية عنا 10 معتمديات بأنها الطابع الفلاحي تاغلهم بالنسبة للفلاحة لولاية سوسة فما زوز أنواع متفلاحة فما فلاحة صغرى واللي هي تقريب تمثل 80% وفما فلاحة مانا متوسطة إلى كبيرة اللي هي زادة من تقريب ماناها العشرين في المياه ماناها المتبقية متوسط وكبير وكنت ماناها شفت بعض النمازج الصباح على مستوى الأرياف ريتو المرأة الريفية ريتو المعاناة مثل المرأة الريفية والإشكاليات متاحهم ماناها من إمكانيات بسيطة عمروا حويج وانطلقوا في حويج وعندهم برشة طموحات ربما ما تكلموش خاصة على المستوى التمويل بالنسبة لهم ينقصهم برشة التمويل وهنا ربما دعوا المؤسسات بتاع التمويل خاصة بالنسبة للفلاحة الصغرى إن نعتبروه منها قطاع اجتماعي أكثر منه اقتصادي وهنا ضروري جدا منها الاعتنا به من حيث منها تمويل من حيث منها تأثير باش ننهض على قلب الأرياف منتعنا وعند الفلاحة الأخرى المتوسطة واحنا طوى منها في ضيعة كنتم تشوفوا منها صاحب الضيعة عنده 33 اكتار متنوع خاصة من تربية الماشية من الأعلاف من الأشجار المثمرة وزاد نوع منها بالطاقة منها الشمسية رغم الصعوبات اللي كان يذكر فيها ويقول كونه منها قاعد يشغل في العمل القارين وكذلك منها في العمل الموسمين قاعد يشغل ونوعا ما منها طاقة منها حسابه خاصة منها عنده عمل عائلي منها العائلة متاعه كل منها وقفة لينه نهار في القطاع متاع الفلاحي ونوعا ما منها كمقلاقين منها حسابه وقاعد مربح إذن بالنسبة للسوسة إلى جانب الفلاحة البعلي زاد كيف كيف لدينا فلاحة منها سقوية في السوسة لدينا قرابة 12 أكتار فيهم قرابة 9 أكتار منها مناطق سقوية عومية سواء على السدود منها الكبرى ولا حول الأبار منها العميقة وعند زاد كيف كيف مناطق سقوية منها خاصة حول الأبار منها السطحي والأبار ربما الإشكال الكبير اللي عوق مناولات السوسة هي الموارد المائية هذا الإشكال رقم واحد الموارد المائية تقريبا معنا 60% من موارد المائية متأتية من خارج الولاي من صدنا بهانا سواء معناها للري ولا كذلك حتى المياه الشرب المياه الشمال زاد كيف كيف خاصة معناها معناها للشرب والبقية معناها متأتية من المياه الجوفية ذنك ضروري جدا معناها باش نفكروا إذا كان نخموا في الأفاق والسوسة وننميوا من القطاع الفلاحي يجبنا نفكروا باش إيجاد موارد مائية تكون موارد مائية تكون موارد موجودة وهنا معناها بالمناسبة رو عنا موارد مائية غير تقريدية متوفرة خاصة المياه معناها المستعملة المتهرة عن تقريب سبع محطات متى تطهير توفرنا أكثر من 30 مليون متر مكعد ما هو مستغل منه كان في حدود 6 أو 7 في المياه من المناطة الساقوية عن المناطة الساقوية سوسة وكذلك عن مستوى مناها مساكن ومزال هذي أفاقل نقوم بها خاصة من حسنه من نوعية مناها المياه المطهرة النجم نتوسعه والنجم مناها كما قلوها نطوره من الفلاح وهنا ربما بالنسبة للفلاحة مناها البرية أهم قطاعه هو قطاع الزيتين ومعروفة مناها سوسة في قطاع الزيتين قرابة 78 ألف أكتار ثم أربع ملايين أكثر من أربع ملايين أصل زيتون ولكن من الملاحظ مناها كما قلوها الانتاج متذبذة من سنة إلى أخرى حسب معطيات المناخية وشوفوا مناها تقريب الجيفاف ولا هو القاعدة وهنا ضروري جدا إذا كان حبا نحقه على الأقل الانتاج يكون قار هكي نضمن مناها كما قلوها حتى مناها للتسويق مناها كميات مناها محترمة ضروري باش نعتني مناها بالقطاع متاع الزيتين وهنا بالمناسبة حابت نعلمكم نكونوا عن مستوى البلاية عن استراتيجية جهوية قاعدين ما ندرسوا فيها شاء الله تقرأ في القريب وشاء الله تحضر في القريب العاجل وتكون باش نطوروا هالقطاع من حيث العناية من حيث منها الرأي التكميلي ضروري جدا باش نخموا في الرأي التكميلي بتعزيتون وربما التفكير في الرأي بالمياه الشبه مالحة ماقولش مالحة اللي المولوحة انتاحها ربما تتجاوز لربع جرامات وتوصل حتى الستة جرامات شوفوا طرق ما نقولها حديثة وعلمية وهنا يروا أن بعض النماج اللي اعتهم منها الفايدة منتاعه بالنسبة الزيتون خاصة منها منها الرأي التكميلي هذا قطاع ما نعاول به كذلك ما ننسوش قطاع الصيد البحري بالنسبة لسوسة سوسة هي ولاية ساحلية تقريبا عنها سبعين كيلومتر ما نحن شواطع لمستوى سوسة هذا قطاع من قطعات الهامة وهنا سوسة بالمناسبة ما نقعد تساهم تقريبا 4% من المنتوج الوطني بالنسبة لصيد البحري بأنواعه صيد البحري سواء من الصيد البحري ولا تربيط الأحياء المائية خمسة مشاريع منها تربيط أحياء المائية ثلاثة منها تربيط منها الأسماك وزوز منها تسمين الطن وفما عندنا مشاريع أخرين طوى في طور منها الدراسة واخدوا منها الموافقات منها المبدئية والنهائية إن شاء الله ينطلقوا وزادوا كيف كيف في المشاريع بتاع تربيط الأحياء المائية ويعترضوا منها الصعوبات منها مالية من المؤسسات منها البنكية إن شاء الله منها تدلل منها الصعوبات وانطوروا منها القطاع ضي والقطاع الآخر زاد المعروف به منها السوسة هي الخضروات خاصة من الخضروات البدرية وكذلك حتى القطاعات الحساسة مثل البطاطا كذلك بيوت الحامية عن مساحات لبس بها بيوت حامية أكثر من 3-3 منها بيت حامية اللي توفرنا معنى الزراعات البدرية والبطاطا البدرية هنا بالمناسبة كونه مساهمة معنى الولاية في إنتاج البطاطا البدرية توصل 9% لونك عندها المكانة بتاعها إذن الأفاق ولاية السوسة في الفلاح بصفة عامة إذن من أن نحسن منها من عملية التمويل ونقرأه بعض الاعتبار كونه عندنا فلاحة اجتماعية وعندنا فلاحة معنى اقتصادية هذيك إذن معنى كل حاجة معنى المقيس وقوانين كذلك الموارد المائية كما قلت إذن نبحث على موارد المائية إيضافية خاصة معنى الموارد المائية الغير تقليدية باش ننضو معنى بالقطاع ما تكلمش ربما على قطاع تربية الماشا وكنت تشوفوا كذلك عندنا قرابة من معنى 180 ألف رأس أغنام أنثة منجمة معنى بالنسبة للأغنام كذلك كان مستوى الأبقار قرب 8000 أبقار عندنا إنتاج متاع الألبان لمحالة يعتبر بالمقارنة مع المولايات المجاورة يعتبر منها متواضعة تقريبا عندنا مليون لتر في السنة مليون لتر في الشهر بالنسبة من الألبان تعتبر المنطقة الصناعية سيد عبد الحميد بيسوس إحدى أهم المناطق الصناعية بالجهة حيث تحتضن عدة مشاريع صناعية متنوعة على غرار شركة تي بيس وهو مجمع فرنسي مقتصف صنع مواد البلاستيك الخاصة بالسيارات وأجهزة الالتقاط والاتصال وعددات الكهرباء والله الشركة تقسط سنة 2004 ذات الإنتاج الفعلي سنة 2005 اختصاصها كما قلت حقل وتحويل وتزويق المواد البلاستيكية في تصدير بنسبة بيب المياه الشركة تشغل في 375 عامل متحصلة على شهادة الجودة يزود هيس 16949 يتمكنها بيستغلم على كونستركتور وتموبيل ويزود 9001 من أهم النشاطات اللي هي عنا 50 آلة حق بريس لاجيكسيون طاقة إنتاج كبيرة والحمد لله المؤسس شهدت عديد من التوسيعات توسيع أول سنة 2009 توسيع الثاني 2016 وفي نفس الإطار وقع فتح واحدة إنتاج أخرى في نفس المنطقة الصناعية اسمها EPS كيمة TPS EPS من أهم العوامل اللي نخدم عليها هي تكوين العمان التيعنا والإطارات على التكنولوجيات الجديدة بيش نكون في نفس المردودية مع شركات أجنبية الكبرى كيمة تعرف نحن نخدم مع أكبر المصنعين تعال كسوى تكون على نفس نساق مع الكونكورنس الانترنسيونال بيش نجمه نضمنه ديموم داعنا في السوق خطر البلاستيك هو من منذ سنوات عديدة أكثر بلاستيك نشاط يتسمى متأول في العالم يقول قيل هالمشروع هذا إلينا يمضي وين يمشي في قادم العوام وقادم المراحل بيحاول إذا كان نكمل نخدمه على المورد البشري بالتكوين والرسكلة بيش نحاول نقعد كما نقول أجور في العالم وبيش نجمه نحافظ على حورة فائنا ونحافظ على صورة تونس بين سيور خطر نحن نخدمون لنا وانتاج مصنوع تونس 100% إطارات تونسية 100% إدارة تونسية منها كشركة صحيح صناعية لكن منها نحاول نحصل نصور تونس في الخارج قائل فماش مثلا نوات لهذا القطب في مناطق أخرى في تونس ولا بولانستون لا ما فماش دي جاء فم معمل آخر دوم ما تحل في 2012 في سوسا في نفس زنان ديشتريال بش وسعنا طاقة الانتاج نتاعنا إلى حد الآن فم الخدمة والحمد لله ما تقعدين نحاول نجتهد ونخدم أكثر على جودة جودة المنتوج التي تمكننا لكي نكون كونكيرونسي في السوق ما هي الأسواق الخارجية التي تتعاملوا معها وتصدرونها نحن لدينا مصنعين على أوتوموبيل كما يقول فما تسكي إلكترونيك تسكي سبور الوزير من أكبر الجنسيات تتعاملوا معها الفرنسية والألمانية ونحاول في البوتنسيال التي تعنا باش بالتكنولوجيات الحديثة وبشنك بشنجم نكونوا نفتحوا أفياق جيدة بطياتر مع دول أخرى في الجانب الجودة التي تحدثت عليه خبيرة قلت عندكم مركز للتكوين والرسكلة الإطارات والعملة عنا معناتها مشاركين في منظومة تا فرمسيون تكوين مستمر تنجم تكون تكوير لنا في السيد تكوين زاد خارجي باش نخليه العاملين تاعنا يكون أجور في كل التكنولوجيات الحديثة ومنها زاد السورة الموتيفاسون اللي هو باش يحس روحه اللي هو قاعد يطور في الخدمة نتاع ومستجناء دايور معتها الشركة حلت في 2014 عام الناس و20 عام الناس توفهم عمال مازالوا يخدموا معنا منذ حالة المؤسسة لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي إلا بضمان حقوق المرأة الرفية المنتجة لأنها عنصر فعال في العملية التنموية وبرنامج أفاق اقتصادية زار هذين المجمعين النسائيين بسيد الهاني اللي اطلاع على نماذج فلاحية منتجة تتصل بالمرأة الرفية سيد المندوب قبيلة حب يعرج على المجلس الجاوي الولاية أشعطتكم الولاية أو أشنا أعطيكم أعطتنا برشة حاجات تعاونتنا في برشة حاجات تعاوننا في الجرياجات معناتها وكفة معنا وكفة باهية المجمع متاعك حبك تقدم أنت للرأي العام قداش عندك مشيتوا أحنا 12 مرأة مشينا المعرض الكرام أصنعنا المرلول عملنا رب الهندي وعملنا الفليو وعملنا معناة هريسة عربي وفلفل الدياري ومزلنا مش نزيد ونعملوا شوي كسكسي جمحة وشوي معناها العولة هي العولة مش نعملوا شوي بسيسة زادة ومزلنا معناة نتطوروا بشوي بشوي أنت كيفش ترى فيه المجمع يقعد يتطور يتحسن والله يبهي يقعد يتطور وبيهي وحنا إحنا 12 مرأة معناتها متفهمين جاي نفرد كلمة معناتها متفهمين أنا أنت يجي تخدم هنا فما مصوار تخدم وتطعب فما مصوار قعد فما تدخل لعائلتك والله ساعة الحاضرة بهي معناتها مشو برشا برشا مشو شوي معناتها مزلنا معناتها أول بداية مزلنا مع 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 رسم ومزلنا مع خلناخذ رقم بسالش ما نخبئوش خداش مثلا مصوار في النهاء وحنا مزلنا في البداية والله تلقى العشرة الاف تلقى سبعة الاف تلقى ثمان الاف انت وانهار انت مع الخدمة انسال في الدوار هذوم كل هنا موجودين ولا فمن ساخرين ممكن زيدوا دخلتوه والله برش يحبوا يدخلوا برش اما مثلا نحن الكوفوز معناتها شوية علينا نحبوا معنات نزيدو ونحبوا ناخذوا كوفوز اخرى وانشاء الله اللي حب يدخل انشاء الله ندخلو مجمعنا هو مجمع تأسس 16 اكتوبر مزال الجيد مدين ننجو مجمعنا نطلق في الخدمة 16 اكتوبر اعملنا فورميس 1 وبيس 2 اخذنا عليهم شهيد اعملنا انتاجاتنا وحدنا اللي هي ثمنا المنطقة متعنا اعملنا الكوسكسي الهريسة البسيسة اعملنا رب الهندي المعجون الهندي شاركنا في برشة مناطق في برشة بلايس اعملنا معرض الكرام التونيزي كوب لابيا شاركنا الحمدول لمنتجاتنا عجبة العباد ومطلوبة معنا وقعدنا من الكاكة جي ما نقدمون واصلوا عنا نخدموا الجيش عنا من انتجاتنا المندوبية متع الفلاحة عطتنا كوبوز متع فلوس قعدين نتاو نخدموا بها وننجو بها عنا وستشور عنا عنا ستشور ننجو الجيش ونخدموا المنتجات المتاعنا اللي هم العول ابتي قدامنا نقرأ فيه تحسين مستوى عيش المرأة الريفية في إطار تنمية مستدامة معنى ذلك ما انتها تنمية احنا 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 اخترنا الجيش ووعولة بش تقعد على طول العام المرأة تنتج كتوفها مثال منتجات القمح والشعير اللي هم مرتبطين بالصيف بالصيف كوسكسي وهريسة وبسيسة نرقا والجيش يعاوننا وانشاء الله من عنا حلم احنا انشاء الله نحقوه لهو انشاء الله معمل جبن يكون في المنطقة متاعنا بش تثمنوا منطقتنا عنا برشة حليب معنى مش مستغل سواء غلم سواء بقر انشاء الله بقدرة ربي هذا معنى هذا خلنقاطعك في إطار الهداف الخصوصية تثمين مهارات المرأة الريفية اللي بش يعطي في النهاية قيمة مضافة الانتاج الفلاح بالجه وطبعا هناك طموحات من بين هالطموحات تعمل وحدة انتاج وحدة انتاج تحويل حالي بأجبعين انشاء الله سيد المندوب يتابع فينا المندوبية شنو قدمتلكم كجوانب فنية لوجيستية ومعنوية وشنو ما قدمتلكم وشنو طلبه شنو المساعدات اللي تمت في هذا الشأن هو اول دعم اول دعم كان لنا انتلاقة شجعة البنات بشخدم وقبل الجيج وقبل كل شي هو نهارة اللي حضر سيد المندوب خذينا الشهاد هي الكوفرز اللي عطاهنا كتشجيع منه هو نهارة اللي قلنا سيد المندوب رو عندكم مني كوفرز متاع فلوس منغوض والبنات مشاوا الفلاح خدمنا مع فلاح يد عاملة وخذينا المنتجات اللي هي القمح والشعير والفلف معنا فاخذينا فلوس على خدمتنا خذينا المواد الأولية اللي بحنا خدمنا بها وخعطانا سيد المندوب قال عنجي مني ياني عندكم المندوبية متاع الفلاح الكوفاز متاع الفلوس انتم مش تخدمو به وكا انتا كبدت الخدمة العولة ومبعد جيتنا الكوفاز متاع الفلوس المندوبية بصفة عامة بإطارات هالكل من بيطري اللي تنسق بيننا وبالمندوبية ما غير ذكر اسامي المندوبية اللي عملت الفورمسيون في الدجاج كانوا حاضرين في كل وقت سوى بالتليفون سوى على الفيسبوك سوى في أي وقت لي لنهار سبت أحد كانوا جيمة موجودين معنا ونزيدها ونكسيس خلنفعل معك الهمة ما نشكش فيها ما شاء الله ليك وعلى هال الفحلات اللي نشوف فيها أنا انتجت دجاج عظم عسل عولة الانتاج موجود التسويق كيفاش التسويق كان مثال كنت أول تسويق أول تسويق كان منتها له ربح وله خسر كانت بداية اللي نحنا تعرفنا على الأسواق اللي هي التونيزي كوب هزينا منتجاتنا مشينا هزينا فقفف منتجاتنا مشينا على اللواج بعنا كانت التجربة من اللولة ما عرفناش شنية الكميات المطلوبة عند لعبات ندراكيل ورطل ما عمزلنا أول تجربة التجربة هذيك عرفتنا كيفاش نعم عرفتنا عن اللوامبلاج اللي هو التغليف والتعليب هذيك أكثر حاجة لعبات تركز مع أكثر من السلعة وعملنا تذوق منتجاتنا جي ما كنهزوا نبيعه منتجاتنا أول حاجة نعملو هي التذوق باشي اللي بشي شري يذوق قبل ما يشري باشي تبدأ ما عمزل هناك فئة من الشباب نرفع لهم القبعة تقديرا واحتراما على غرار الشاب غازي زانتور مستثمر في راح بمنطقة شراشير بمنطقة كروسي الغربية بسيدرهاني والذي بدأ في تطوير مشروعه النموذجي بالاعتماد على الطاقة الشمسية وهذا يحسب له وفي ذهنه أفاق اقتصادية أخرى رفقة زوجته الشاب أحلام زانتور التي أحبت الفلاحة مشروع الفلاحة متكون في تربية الماشئ معناها الأغلام سيف الأغلام وعن زراعة الزيتين وعن زراعة اللوز وزراعة الخضرة ووت سيف عن مشروع الفلاحة متكون في تربية الماشئ معناها الأغلام سيف الأغلام وعن زراعة الزيتين وعن زراعة اللوز وزراعة الخضرة ووت سيف عن قداش مساحة هالمشروع مساحة المشروع هذي 33 كتار تقريب تقريب في حدود 33 32 كتار شفيهم فيهم اللوز فيهم الكرم فيهم الخوخ معناه طريف خوخ معناها قاعدين نجربوا نحبوا معناها نحبوا نعملوا معناها نحبوا نجربوا بشوية بشوية نزرعولها في الفصة خاطر المعناها عنا شوية جفافة بصفة عم على الوسط والجنوب حبينا نعملوا شوية معناها فصة باش تعاوننا كونه السنديري معناها ناقص شوية معناها مش قاعد مش مكفينة معناها الواحد الاخر الواحد يحاول بالمجهود الخاص بتاعه شوية شوية علفة شوية فصة ترايف هندي نزرعه ترايف هندي وحدثنا على مشروعك متع الطاقة الشمسية وقداش تاكلوا فامتاعه وشنو الفواد اللي معناها جنيتها منه الفواد متع الطاقة الشمسية معناها اول حاجة عليها عملنا الطاقة الشمسية المزوط غالي المنطقة الشرشيري معناها الضوء الفورس وكونه عن معناها زوز سنتاجات معناها الواحد المزوط غالي ولا معناها يزيد ملجيبه قاعد يزيد ملجيبه معناها مش مش قاعد معناها رابح معناها بصراحة معناها بصراحة معناها بصراحة معناها نوصل في النهار وصب بمية وخمسين الف مزوط الموترات فكرت فيه المشروع الطاقة الشمسية فكرت فيه قداش بالله التاكل فامتاع التاكل فامتاع ومعناها قرابة اربع وخمسين مليون مليون ناجح معناها مية في المياء معاوننا 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 مليح مليح ومعناها نقص علينا معناها المزوط وان شاء الله يجينا الضوء الفورس باش يزيد يعاوننا معناها معناها أكثر معناها نقص علينا اشتر متاع المزوط معناها ربحتنا في اشتر متاع المزوط زوجة سيغازية انتعرف عليها مادام اساسمك أحلام أحلام ما شاء الله ليك شديد جنب إلى جنب راجلك واخترت فلاح شم جايبك الفلاحة وقالوا لي انت في الأصل ماكش بنت فلاح مش بنت فلاحة حبيتها معنا شوفت راجل يخدم فيها وكل زيت شجعت حبيتها برغم ما كانش عندي حتى علاقة بالفلاحة وكنت نخاف أصلا من نحو الجاذية كل كيشفتو معنا كيفاش يخدم وكيفاش يعمل وكل تغرمت بها خليتش فكرة معناها في مركز فلاحي مشيتش عمل ستاج ولا واحدة وفهمت المسألة لا لا واحدة واحدة وفهمت وحدي المسألة وفهمت كل شي وحاجة سهلة مش صعيبة بها مرات فلاح كيفاش نجب تعون زوج تقف معا في كل شي مثلا من أنت تعمل فين هو فينين نولد معناها نعجة نضلف نجيبه القريع نحيو معناها نحصد الفصة كل شي كل شي معاها كل شي اشتركوا في القناة